بعد 23 عاما من العقوبات قررت وزارة الخارجية الامريكية انهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في خطوة من جأنها ان تعطي دفعة للاقتصاد السوداني واعلن محافظ بنك السودان المركزي انه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الامريكية عبر وزارة الخارجية وافاد الخطاب بتأكيد انتهاء كافة اشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الامرين التنفيذيين 137 و134 و12 الصادرين منذ اكتوبر 2017 وبحسب البنك المركزي فبموجب الغاء الامرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقى ضمن العقوبات سوى بعض الافراد والمؤسسات المرتبطين بالاحداث في دارفور ويشير الخطاب الى ان ذلك ليس له اي علاقة بمسألة التحويلات البنكية هذا فضلا عن ثلاثة روابط تشير الى انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية وقام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيمة للمنفعة المشتركة حسب ما اشار بيان من البلك المركزي يذكر ان الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية على الخرطوم بعد فرضها ل23 عاما متواصلة حدى فيما اعلن مسؤول في البنك المركزي مؤخرا ان العديد من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء باصدار بطاقات ائتمان امريكية واعلنت الخرطوم بداية شهر فبراير الماضي ان الولايات المتحدة قد دعت رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق اول عبدالفتاح البرهان الى القيام بزيارة رسمية لواشنطن اشتركوا في القناة